أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام من جديد أكيد معكم عدنا للقاء أيضاً فننتنا اليوم اليوم نحكي عن عملين وحكينا اليوم عن كيف كان في صعوبة بأداء العملين يعني بالرمضان كان كثير صعب وتعاملت اليوم مع بطولة نسائية وبطولة رجالية البطولة الأولى أكيد مع ريهام محجاج والثانية أكيد مع أمير كرارة كان شيء مختلف فتحكينا شو كان المختلف بهذه الأدوار بس أنا بقول دايماً على أمير كرارة أمير الأخلاق يعني هو حد طيب جداً وإنسان ملتزم لكن الحقيقة إن إحنا ما الحقناش نعمل كواليس لأن الأستاذ أحمد ندر جلال كان عملها حلبة مسرعة كلنا مركزين جداً مفيش وقت إن إحنا حتى ناكل تركيز جداً كان كل اللوكيشنز اللي بنصور فيها كان عايزة حقيقية وفي أماكنها الطبيعية وده تعبنا جداً لأن إحنا تقريباً لفنا مصر حتى المدفن؟ كانت تصوروا في مدافن؟ رحنا مدافن سقارة رحنا المدافن الثانية مدافن الأباجية لا المدافن حقيقية مش ديكور فعايزة أقولك بجد تعبنا ما كانش عندنا وقت يمكن كنا إيه شوية ممكن ناخد نفس لما بدأنا نبقى في رمضان رغم من الوقت كان أكتر ديق لكن في وقت الفطور عشان منيبقى صايمين طول اليوم ده كان فيه مساحة شوية وإحنا بنفطر إن إحنا نتكلم ونهزر وندحك ونعمل شوية راحة كده ونرجع نستقني في اليوم ونصور بعد الفطار لكن قبل رمضان عايزة أقولك ما كانش فيه وقت يعني كانت جبهة كان المنافسة قوية جدا بيننا وبعدين كلنا كنا عندنا كده فكرة إحنا بننافس بعض وبعدين إحنا مع بعض فريق بننافس زميلنا في الأعمال التاني آه طبعا فده كان أحساس كده عارف لكن إحنا في صدفة لأنه بطبيعة الحال كان مسلسل كوميدي عايزة أقولك إحنا وإحنا حتى بنعمل بروبا وبنقرى المشاهد كنا بنتحك وكان فيه وقت عندنا أكتر أكتر لأنه ما فيش النيرف اللي فيه شدة الأعصاب وكمان كان الأستاذ سامح عبد العزيز المخرج هو دمه خفيف وبيحب الشعبي الطبيعي البسيط البسيط اللي شبه بيوتنا المصرية بجد فكان بيطلع مننا تضحك منهم يعني مثلا يقول لي عايزك هنا لما تتنرفيزي من ابنك أقضي أزغدي أقرسي الولد الحاجات دي فكنا بنتحك لحد ما نبدأ نفهم المشاهد وتفاصيله وأستاذ سامح عايز مننا إيه فبيبقى عدة وقت بروفتين ثلاثة فبنتحك وبنهزر بنكل مع بعض لأ كان عندنا أكتر وقت في صدفة لأن كمان ريهم طفلة يعني هي طيبة قوي زي صدفة هي زي صدفة أنا متأكدا هي زي صدفة مش قوي بس صدفة رغاية ريهم مش رغاية بس يا ريهم بقى كتت متقمسة وكتت مجنننة في الكواليس قلت بعض ألاها بس يا صدفة يا رغاية بس هي ريهم في طبيعتها مش بتتكلم كتير يا هادية يا هي طيبة كده وهادية بس صدفة رغاية قوي وجعت قلبنا صدفة ترغي كتير قوي أجل صحي يا صدفة فيه إرحميني هتعوريني تتحرق رندا على أم رندا على علي 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 جابون في ساحة واحدة هتعوري نفسك هم كانوا من بقية أهلك وأنا معرفش لا ولما هو لا طب ما تركزي معينا في مشاكلي ما أنا من أهلك وتشوفي لي الواد السفل اللي قاعد جوه ده شوفي لي معا حل ولا أنت تمامك الكلمتين اللي قلتهم له وشكرا للتحية ونراكم في المصرات أنت تعرفي عني كده هم تعرفي كده عن أختك ده أنا صادقا ده ما فيش مخلوق خالق على وجه القرى الأرضية يقدر يحطيني قدام الأمر الواقع يعني دلوقتي لما بيجي لك الورق المعايير بتبقى الموضوع حلو ولا أنا أحب أشتغل مع النجمة دي أو النجمة ده وأحيانا ممكن يبقى في حد ما يبقاش في كيميا أو تكوني مثلا أنت بقى كممثلة يعني أنا بشوف إحنا كمشاهدين هتلاقينا حب ناس عن ناس أحب أتابع ده ما تابعش ده إحنا أحرار لكن هل الفنين ما بيفكرش في نجومية العمل وبيفكر في الورق ولا أحيانا برضو النجومية تخليه لأ أنا أحب برضو أشتغل معي أنا بشوفها كلها عناصر متربطة هي زي الدفيرة هو أوركسترا كله بيكمل بعضه لازم شركة مهمة قوي بداية الموضوع الشركة الورق لازم يكون حل ومكتوب كويس الدور جديد علي المخرج هيضف لي لأ حاجات كتير عناصر كتير قوي عشان أنا أخذ القرار أني أشتغل لازم تتوفر عوامل كتير قوي ومش شغلي وخلاص أصلا أنا مثلت كتير بس لازم كل خطوة تبقى محسوبة محسوبة مفيش الهو أنا مع فلان أو فلانة خلاص أنا معاكم لا 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 مفيش دا دلوقتي لازم أقرأ الأول لا أصلا هي اللي أصحاب ما لهمش علاقة بالشغل لو أنا بحب فلانة أو بحب فلان وصحاب جدا إحنا أصحاب دا قريدي بره إحنا أصحاب الشغل بقى لازم يكون فيه حاجة جديدة أنا هقدر أقدمها الدور يبقى جديدة علي مش مش شغلي لمجرد الشغل يعني ليه أصحاب كتير جدا عمري ما اشتغلت معه وليه أصحاب كتير جدا ممكن أكون اشتغلت معهم مرة وما تكررت شي تاني ملهاش علاقة يعني مش مش مقياس مش مقياس طيب يعني ريحة نرجع شوي للسنوات الماضية مسلسل برنس يعني كمان كان من أفضل مسلسلات في ذلك العام أكيد يعني اليوم نحكي عن 2024 إيش برأيك أفضل الأعمال اللي شفتيها وشاهدتيها بهذا العام؟ هو في ميزة السنة دي إن بحقيقة ومش دبلوماسايا كل الأعمال حلوة ومتنوعة يعني مفيش منافسة بالشكل اللي هو القاسي يعني الأحسن المنافسة كانت على الجودة لكن كل عمل ولوجه مهوره يعني فيه مسلسلات الشباب السنة دي بجد عامين شغل رائع التنوع كان إليه دوره طبعاً التنوع الدراما المصرية السنة دي أنا أقول عليها بجد فيه ثراء ثراء في الأفكار وفي النجوم والأبطال العمل الواحد ما بتلاقيش فيه بطل لا بتلاقي فيه مجموعة كبيرة كل واحد بطل ونجم في دوره أعمال كتير متنوعة كمان اللي استفاد أكتر المشاهد لأنه بقى عنده التنوع ده وجبة داسم وجبة داسم هي قدر يختار الحاجة اللي بيحبها الموضوع اللي بيحبه يلاقي المجم اللي بيحبه يمكن بالعكس كمان إحنا افتقدنا نجوم السنة دي خمس أو ستة أو أكتر نجوم كانوا تغيبوا عندنا لكن إن شاء الله السنة الجاية يبقى يعني يمتعونا بأعمالهم بس أنا مش شايفة حد أحسن أنا شايفة إن إحنا كلنا السنة دي للأفضل وكلنا نكحين كان فيه تنوع كتير كلنا نكحين وفيه مجهود تنوع كبير مجهود كبير مجهود كل الناس بذلت مجهود وبجد يعني من أحلى المواسم الرمضانية السنة دي صحيح كل فنان لما بيعمل عمل ناجح بيحس إنه عمل خطوة طلع سلم جديد بتشوفي زي يعني كل واحد بردو أنت بصل نفسك فين عايزة تبقي فين إيه النوعية اللي نفسك تروحي ليها ولا الأعمال هي اللي بتوديكي يعني أحيانا الواحد يبقى عنده هدف وأحيانا الأعمال هي اللي بتوديه لهدف ما زي ما قلت لحضرتك في الأول ساعات الحظ يخدمك إنك تحقق حلمك وساعات الحظ يعاكز فيبقى عندك حلم وبتحاولي بس بيتأخر شوي أنا بقول إنه طبعا في نسبة حظ كبيرة وتوفيق من ربنا إن أنا بتجي لي حاجات مختلفة وبيحصل تطور في الخطوات طبعا أنا بحاول وبقى يعني بذاكر لكن جنبي ده لأ الحظ بيخدمي حلمي أنا يعني أنا بشوف المثل الأعلى بتاعي عد الأدهم عد الأدهم؟ أنا بحبه وهو مدرسة كبيرة الشر الأبو دم الخفيف بس أول مرة أشوف نجمة بتشوف الحلم في نجم يعني أو فنين رجل يعني لا أنا ده يعني ده بالنسبة لي هدف ريحاب يعني دائما بنحكي عن اتهمات وفيلم مستر إكس يعني في بعض الاتهمات إنه يعني ضد المرأة صحيح؟ شو رأيك بها ذلك؟ لا إحنا بنعمل حاجة الناس تتبسط مش ضد المرأة زي أنا مرأة عبقى ضد المرأة يعني عبقى ضد نفسي لا خالص هو يمكن لأنه يعني إحنا قفلنا كمير حبي نسمع رأيك لا إحنا بنعمل أنا دائما بقول إيه في أعمال بتبقى انترتيمنت يعني يعني هي اللي نحنا نتبسط ونستمتع وفي أعمال بيبقى فيها رسائل آآ مستر إكس أنا أنا بقول إنه الرسالة اللي فيه كان فيه قصادها رسالة تاني يعني في آخر الفيلم هانا زايد عملت برضو نفس العصابة يعني في جابهة السيدات ضد الرجالة وبرضو ده مش إدانة يعني اللي قصوده إن هي حاجة فانتازي أنت مش ممكن تعمل عصابة وتجيب رجالة وطلقهم من السيدات اللي بتقاهرهم مش حاجة اسمها كده بس إحنا أهو موضوعا للدحت بالنسبة لك حاجة خيالية لايت كده فأنا ولا معا ولا ضد أكيد أنا معا نحنا بنتشارك كل حاجة صحيح صحيح أنا عايزة أعرف منك أحيانا أعمال كتير أفلام أو مسلسلات حتى بيتم إعادتها يعني من جمالها من تأثيرها من قوتها إيه الفيلم اللي تتمني لو تم إعادته تشاركي فيه أو تعمليه حاجة كده تكوني شفتيها تأثرت بيها حبيتيها في أفلام كتير بترجع الدائرة تدور ويتم إعادة التقديم عمري ده ما خطر في بالي لأن أنا يعني بقول على نفسي عقلة شوية أدعي أن أنا عقلة مجرؤش لو قدمته فيلم قدمته نجمة من نجماتنا لو أنا جيت أعيده أنا نفسي خايف مش أخاف من الجمهور أخاف أبص على نفسي في المراية بعد ما عمل كتير بس أحيانا أنت كري حاب لأنك في النفس تشوفي أعمل تقولي والله أنا كان ممكن أعمل الدور ده أي الدور اللي تشوفي نفسك كان ممكن تعمليه اطلعي برا عايشي في الخيال نحنا نعايش في الخيال لا صحيح؟ ولا يهمك خليها ترجع تانية حالنا نرجع نشوف شو ري حاب يعني عايشي في الخيال لو أنت تأثرت بفيلم تأثرت بنجمة بشخصية أنا بحب فيلم الراقصة والطبال الراقصة والسياسي طبعا يعني آه بس مجرؤش أعمل كده لكن تحبين آه تمنيت وأحلم ده بني وبالنفسي لكن مجرؤش أعمل كده زواء إما ده مثلا طبعا شدية طبعا بس عارفة أنا مجرؤش أعمل كده لكن تحبي بس لو تعرض عليك هتقبلي لا تخافي لا أخافي إلا لو المخرج شف سكة أو شجعك لا يشوف حد غير أه تخافي حاوز ما أخذ القراءة ما أخذ القراءة لا خدمة لكن الأعمال دي أصلاها نجحت قوي نجحت قوي والفنان ممكن يخاف والنجمات اللي عملوها عظام إحنا نخاف نعمل دنبع بعدهم يعني مين اللي هتعمل الرقصة والطبال أو رقصة والسياسي بعد الهانم نبيل عبيد خلاص 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 يعني بدي أرجع فلاشباك شوية لللي أنت حكيتي قبل شوية أن أنت لما تمثلي في حكيتي أشخاص أو فنانين ما تمثلي معهم ممكن أصدقاء وممكن مش أصدقاء مين الفنان أو الفنانة اللي مستحيل تمثلي معهم أو تشاركيبي عمل لا لا ما فيش هترد عليك في السؤال لا لا بس مش دبلوماسية والله أنا بحبهم كلهم بس اللي أنا قلتوا أن في أصحابي ما اشتغلتش معاهم بس هكيتي ما رح أشتغل معهم أو ما رح يكون فيهم بس ليش؟ خلني التعبير لا والله لا ده بجد لا أنا تقريباً اشتغلت مع أغلب الناس يعني أغلب الناس خلينا نقول ده يعني ناخد شوية من الشر اللي عندي رعد ده ونسأل أحياناً ممكن يكون فنان كويس جداً بس ما عندناش كيميا مع بعض ما بتحصل لا أنا عسلاً اشتغلتش اشتغلت مع أحمد ساقق اشتغلت مع كريمة عبد الله أنا مش شغلتش مع أحمد عز آه ومش شغلتش مع هندي صبري ومنا شلبي إيه رأييكونا أنا نفسي أشتغل معاهم جداً لكن وتقريباً بقى أنا شغلت مع بقى الناس اللي موجودة كأمينة خليل مش شغلتش معاها بحبها جداً وبحب أتفرج على أعمالها لأنها متجددة ومركزة ومتطورة وتختار وتختار لو في فيلم محتاجين أخت تبقى معاكي تختاري مين مين اللي تشبهك وتعمله مع بعض دوتو أختين عملنا السنة دي أختين عملت أختين بس لو جاتلك أخت تبقى تانية أخت تانية تبقى ميرنة جميل ميرنة جميل أنت وهي لأن ميرنة دماء خفيف وبتنكشني فبتخليني أنا كمان أضحك وهزر وبتبقى كده القعدة حلوة فمثالي لو اشتغلنا مع بعض كده سنائي كده أنا شغفكي وصفتني بالشر ورح ضل بالشر وأسأل كمان سؤال أنه اليوم أيها أنت تفرير يا رعد على فكرة أيش أكثر عمل اشتغلتي اندمت أنك اشتغلت بهذا الشهر أو بهذا كان فيلم اسمه بنت من دار السلام ووقتها اندمت بس لما نضقت بعد شوية قلت لنفسي أن حتى الاختيارات الشوية ممكن تندم عليها فهي تجربة مهمة ومفيدة لأنها خلتني بعد كده أعرف كل التفاصيل أكتر أذاكر الموقف أكتر أدرس الموقف أكتر أحسن الاختيار أسأل في التفاصيل كتير فبطلت فكرة الندم اللي اكتشفت أنها خطأ يعني خلاص اللي حصل حصل بس هستأنف ده وبطريقة أحسن وأحاول حتى لاختيار الخطأ أستفيد منه بس وقتها فعلا ندمت ووقتها كنت مدهقة جدا وما كنتش حابة تجربة خالص لكن بعد كده قلت لنفسي كل خطأ هو اللي بيؤدي لتقدم صحيح وأكيد عموما يعني أنا بشوف أنه الفنان مفيقش مشكلة أنه هو يقول أنا عملت عمل وما لقيتش نفسي فيه أو أعملت تجربة وما نجحتش فيه فهي حصل بس الفن مغمرة هي التجربة بس الفن كمان مغمرة مش مرتبة يعني هو مفيش خطأ من أشخاص قدم هو إحنا غلطنا لأن استعجلنا ودخلنا الفيلم وما حضرناش وقت كافي مرتبناش الورق كان مفروض فيلم قصير وبعدين وإحنا شغالين في النص قرروا أن يبقى فيلم طويل فده عمل يعني طريقة غلط عشان تصنع بيها فن التحضير مهم إيه فبالتالي ما طلعناش بالجودة اللي المفروض كنا نبقى عليها طب قبل الختام أحلامك إيه؟ يعني بعد انتهاء بقى أعمال رمضان والنجاح كده هارجع ورا كده وارتاح وأبدأ أفكر هعمل إيه؟ ولا في خطط موجودة؟ حلمي أني أشتغل فيلم من إخراج ابني ابنك بيشتغل في الإخراج؟ أه جميل في عنا إحنا كمان بالأردن بدنا نشوف كثير فنانين تلاقي ابنه بنفس المجال فبشتغلوا مع بعضنا أو الإعلام بالإعلام فجديش حلو أن الأب بس أنا أشوفها حاجة بقى إيه؟ هتبقى يعني مضحكة لأن أنا بزعق له في البيت فهو هيزعق لي في التصوير طبعا الشغل الشغل لازم أسمع كلامو لازم أسمع كلامو بابا